بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل فلما جاء قرعنا قال رحمه الله وقال مجاهد أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم السرح نعم البهيمة التي طرعا حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على حواف جناحه الأيمن قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شذنها وهذا هو ظاهر القرآن جعلنا عاليها سافلها جبريل عليه السلام أتى ورفعها بالمواشي والسرح والرجال والنساء فلما على بهم كفأها عليهم وعلى رؤوسهم وقال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم جمع ضاغية وهي الصائحة أي صياح الكلاب ثم دمر بعضها على بعض ثم أتبع سذاذ القوم صخرا قال وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية مئة ألف وفي رواية ثلاث قرى الكبرى منها سدوم وهي في بلاد الشام قال وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول سدوم يوم ما لك عندكم نعم عندي هكذا سدوم يوم ما لك يعني يعني يتعجب لكن في بعضها هالك أظن هنا أقرب عندكم لا هو ينادي البلدة ما لك ما لك وفي رواية عن قتادة وغيره بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا أربعة آلاف ألف يعني أربعة آلاف ألف بعددنا اليوم لأربعة ملايين وإذا قرأت ألف ألف فالمراد به على العدد اليوم مليون ولهذا ترى الأعداد يعني لها اتصال فكان الناس يقفون عند الألف الألف ولهذا لو نظرت إلى رجل كبير وقلت له بكم هذه السلحة يقول لك بمثلا يعني ألف واربعمائة يقول لك بأربعة عشر أمائة هكذا وعلى هذا الحال ثم يعني وصل الناس إلى المليون ثم وصلوا إلى ماذا إلى المليار ثم تريليون ثم بليون يعني أعداد أعداد نعم ليس لها نهاية فهنا قال وكانوا أربعة آلاف ألف أي أربع ملايين ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها على بعض فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل وقال محمد بن كعبن القرضي كانت قرى قوم لوط خمسة قريات سدوم وهي العظمى وصعبة وصعوة وعثرة ودوما احتملها جبريل بجناحي ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نباحة كلابها وأصوات دجاجها ثم كفاءها على وجهها ثم أتبعها الله بالحجارة يقول الله تعالى جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات وقال السدي لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباحة كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك قوله والمؤتفكة أهوى أي هكذا والمؤتفكة نعم في سورة النجم نعم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى قال ومن لم يمت حين سقط للأرض يأمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى عندكم نعم قال الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله فذلك قوله عز وجل وأمطرنا عليهم أي في القرى حجارة من سجيل هكذا قال السدي وقوله وما هي من الظالمين ببعيد أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه وقد ورد في الحديث المروي في الصنن عن ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الحديث صحيح الشيخ الألباني وحده القتل بالإجماع نقله غير واحد وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن نلقى إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصنا عملا بهذا الحديث يعني بكرا أم ثيبا وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع ويتبع إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجار كما فعل الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأطال الإمام بن قيم في الداء والدواء إلهنا بارك الله